العادات الاجتماعية والألعاب التي مارسها الجزائريون خلال العهد العثماني السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأتكر مصدر أو مرجع المعلومات وكانت هنا تعادة اجتماعية يمارس أهل المدن وأخرى يمارس أهل الريف وإذا كانت عادات أهل الريف متنوعة وتقوم على توجهات أصحاب الطرط الصوفية في أغلب الأحيان فإن عادات أهل المدن كانت موحدة وتتعثر بما كان يجري في الأندلس أو في حواظر المشرق الإسلامي وهي تستمد وصولها من التاريخ الإسلامي والحضارة العربية بصيف عامة وقد وصف ابن حمادوش بعض عادات مدينة الجزائي ليلة القدر وختم صحيح البخاري وغيرهما من المناسبات الدينية كما أن المفتي أحمد بن عماط الترى توصفا لما كان يفعله أهل مدينة الجزائر بمناسبة المولد النبوي مثل إيطاد الشموع وإنشاد التواشيح والتزين والتطيب وغيرها من أنواع المباحث وهنا تعادات اجتماعية شاءت خلال هذا العهد وأصبح المجتمع الجزائي معروفا به في سار المدن ونذكر منها حفلات الخطبة والزواج والخيتانة والتودية واستقبال الحجاج واستقبال الدونوش بالعاصمة واستقبال المنتصرين من الرياس والعائدين بالغنائم ونحوها وخروج الولاد وعودتهم في مناسبات رسمية وتولية المفتيين والقضاة وتولي سلاطين العثمان وميلاد أولاد لهم بالإضافة إلى المناسبات الدينية كرمضان وعيد الأضحى ومن عادات شهر رمضان ختم صحيح البخاري في المساجد وإضاءة الشموع فيها وفي غيرها وأهم ظاهرة اجتماعية في هذا الشهر هي أن المدينة تسهر خلفا لسائر الشهور فتجرت العدى أن لا يخرج أحد من داره من سطوط الظلام إلى شروط الشمس وكانت المدينة تغلق أبوابها فلا ترى أحدا يمشي في الشهر ليلا أما في رمضان فالجميع يخرجون ويسهرون حتى النساء التي تن يخرجن سافرات متخذات من الليل حجابا ومن الواضح أن المرأة لا تخرج وحدها في هذه المناسبة وهنا تألعاب تانت تجري يوم عيد الأضحى للخصوص من ذلك الألعاب البهلوانية التي تشبه المصارعة والتي تانت تجري يوم الجمعة أيضا وهي لعبة لم تكن خاصة بمدينة الجزائر بل تان يمارس الناس وخصوصا الأطرار في معظم مدن القط أما في العاصمة فتت تان يحضرها يوم عيد الأضحى الباشا وتيبار رجال الدولة في المتان المعد لها وهو خارج باب الواد وتانت هي الرياضة المفضلة عندهم وخلاصاتها أن أشهر اللاعبين يتقدمون زوجين زوجين في حوالي عشرة أزواج ويصعدون على الحلبة المنصة المعدة لذايتا ويجلس الباشا وأعواني على زراب حول الحلبة ثم يشرع اللاعبون في مسارعتهم القائمة على خفة الحركة والمهارة في الغلبة وإظهار القوة طول اثنان يأخذان فترة من الورد وهذا إلى أن ينتهي مجموع اللاعبين وبعد ذلك يمنح الباشا بعض النطود لطول واحد منهم وهناك لعبة أخرى تجري في هذه المناسبة أيضا وتسمى لعبة العصى وهي لعبة يشتريت فيها الباشا أيضا فقط كان الفرسان الصباحية يسيرون الواحد تلو الآخر ويرمون عصيهم التي تشبه الرماح على بعضها البعض والفائز هو الذي يصيب صاحبه وفي نهايتها يرتيب الباشا أيضا فرسا ويسير خلف أحد الفرسان ويحاول إصابته بالعصى والفائز المحظوظ هو الذي يصيب الباشا بعصاه لأنه عندئذ ينزل عن فرسه ويتقدم من الباشا الذي يعطيه الدراهم وهاتذا وقد كانت هذه المناسبة رسمية وشعبية فالعامتان يرتفون بالتفرد أما الخاصة فقد كانوا يتراجعون إلى حيث نصبت خيمة الباشا ويرضون بعد ظهر ذاية اليوم في الأكل والشراب واحتساء القهوة وهذا هو ما يشبه اليوم حفلة الاستقبال الرسمية ولم تكن اللعبة البهلوانية أو لعبة المصارع خاصة بيوم عيد الأضحى بل كانت تجريت اليوم جمعة غير أن الباشا لا يحضرها إلا في المناسبة الأولى وتانت تجريت يوم الجمعة بنفس الطريقة وفي نفس المتان أيضا غير أن أشهر اللاعبين لا يلعبون إلا في عيد الأضحى وتانت اليوم الجمعة أيضا مظهره الخاص ففيه تغلق المدينة أبوابها عند الصلاة تم تغلق جميع الداتاتين نوافذها ومعظم التجار لا يعودون لفتح الداتاتين بعد الصلاة بل يذهبون في نزوهات خاصة مع أهلهم أو يخرجون إلى بساتينهم القريبة أو يزورون بعضهم البعض أما النساء فقد كنا يتوجهن منذ الصباح الباتر إلى المقابل لزيارة موتهم وقد كانت هناك حفلات أخرى تسلي الناس وتدفع عنه الضجر مثل مصرح القراطوز أو خيال الظل الذي أدخله الأطرار ومن ذلك أيضا حلقات إنشاد الشعر الشعبي حيث يقوم المدحون بطس السير والأخبار ومغامرات الأبطال والفرسان وتتشعى في الجزائر عند إذ انشرب القهوة بتثرة ومضغ الدخان وتدخينه في السبسي أو الغليون واستعمال النشور ونحو ذلك ولم يتنشرب الخام شايا عند الطباطات العليا ولا ذوي الشان والعلم لأنه حرام ولأنه لا يليط بالمطام أما الجنود والشباب التوت بصفة عامة فالوثائر تتحدث على أنهم كانوا يشربون بتثرة حتى يعربدوا وهم إذا عربدوا فقدوا على سيطرة أنفسهم حتى أنه يصبح من الخطأ لارتراب من الجنود لأنهم قد يقتلون ويعتدون على النساء والصبية ولا سيما عند توجه في حملاتهم السنوية في الرابع نحو الشرق والغرب والجنوب لذا يتا يخرج البراح وينادي بابتعاد النساء والصبية من طريقهم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما باريت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد